على أحد المراكز الطبية بمحافظة الجيزة توفد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الراغبون في تلقي جرعة لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من بيروس كورونا الجديد لقاح الصيني سيساعد ناس كثيرة من المصريين بالنسبة لأن هناك ناس كثيرة في مصر عندهم أمراض مزمنة فهذا سيساعد ناس كثيرة لمنعتها ضعيفة فهذا سيخدمهم في الحاجات دي لقد جئت الطعم باللقاح الصيني أن الوقاية خير من الأعلاق يعني أنا لما أخذ الطعم ده يديني حماية يديني حماية وبعدين أعرأ أسمع أنه نسبة الجدوى منه 99% المصريون الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح يرون أن التطعيم أصبح ضرورة حتمية للتخلص من الفيروس وعبروا عن اطمئنانهم للقاح الصيني والله أنا أخذت اللقاح الصيني عشان أنا سمعت عليه أنه هو آمن وفي نفس الوقت كحماية أو سمعت أنه هو بخط الدفاع لأجسام مضادة وزارة الصحة والسكان المصرية قصصت أربعين مركزا طبيا على مستوى الجمهورية مجهزة للتطعيم باللقاح كورونا بعد أن منحت الصين ومصر مئات الآلاف من جرعات لقاح سينوفارم لمساعدتها على دحر الفيروس المصريون الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية منه بعد 21 يوما من تاريخ تطعيمهم التجرب والتحاليل التي أجرتها وزارة الصحة المصرية على لقاح سينوفارم جعلت المصريين يطمئنون إليه ويتوافدون على المراكز الطبية للحصول على اللقاح الصيني مستقب عبدالله سجدين العربية القاهرة